مجموعة البطاقات الواعدة قصة مختلفة فيها الكثير من الأمل والتكاتف والتعاون ما بين الناس جميل جدا أن نساعد بعضنا البعض أو نزور الآخرين في أفرحهم وأطرحهم أيضا مجموعة البطاقات الوادعة ده حكاية جميلة فيها الكثير من جمالية الحياة فلهذا معنى الدكتور كريم علان وأيضا معنى أيضا ناشطة في هذا المجال ومجموعة أيضا نيفين أبو هلال من مجموعة البطاقات الواعدة الله يصبحكم بالخير أنا منيحة وأنتو كيفكم؟ دائما بس يكون عندنا مجموعة شبابية ضيوف نحكي لهم الشباب لازم يعملونه هيك فوضى في الستوديو نعم ما زي ما تحكي إن شاء الله خير يا رب يعني إلى كتير كمان حتى من المشاهدين بس نحكي مجموعة البطاقات الواعدة الكريم يعني عن إيش بنحكي؟ البطاقات الواعدة عبارة عن رسائل نقدر أنا بالنسبة لي بعتبرها رسائل إنسانية في يد كل شخص كل إنسان بيحمل هاي البطاقة عبارة عن رسول للمحبة رسول للسلام كانت فكرة البطاقة إنه كل إنسان يكون قادر على إنه يشعر بالتفاؤل من خلال شيء يقرأه فيصحبه لداخل هذا الكلام يعيشه الفكرة يعيشه إحساسه بإنسانيته بقدرته على التفاؤل بقدرته على كسر كل حوائط وحواجز اليأس اللي موجودة في المجتمع وإنتي عارفة مجتمع الأيام هي بعدي في كتير شغلات صعبة من كل النواحي السياسية أو الاقتصادية أو حتى من النواحي نفسية فالبطاقة الواعدة هي ممكن تكون بطاقة؟ مكتوب عليها؟ هي فكرة بطاقة صغيرة تقريبا بحجم كارت البزنس عارف كيف الوجه الأول يحتوي على كلات وتفاؤلي كلات وإنسان يبحث له له علاقة لا بسياسة ولا بدين بخاطب إنسانية الإنسان وقدرته على إنه يكون أحسن للناس اللي حواليه وفعلاً ممكن إن واحد فعلاً هو مريض بحتاج لهذا الدعم أو لهذه الكلمات اللي ممكن تكون مغيبة عن ذهنه نيفين تحكي لنا وين أي مكان زورتي مع المجموعة؟ وين زورتي أماكن أو يعني وزعتوا فيها بطاقات وعيدة؟ أنا زورتش بصراحة أنا استلمت البطاقات ووزعتهم عندنا بالجامعة يعني للزميلات والصديقات اللي هناك وحسات الفكرة لأت يعني قبول يعني كتير كبير في كتير بنات طلبوا مني إنه ممكن جميلنا إحنا كمان نوزعنا لو على الأقل خمسة أو ستة برضو كمان في ناس نصدموا يعني يعني حكولي إنه أنتم متفاقين زيادة هالإشي مش كتير رح يعطي يعني إفاكت على المجتمع وفي ناس لأ يعني كتير نحبت الفكرة وحكولنا إنه إن شاء الله يعني بالتوفيق حلو كريم يعني وين الأماكن بتزوروها وين الأماكن المستهدفة؟ يعني لفين بالجامعة عملة هيك وأنا فكرت أولا إنه ممكن يكون بس بأشخاص موجودين داخل المستشفيات حكي لنا وين الفيئات المستهدفة؟ البداية المفروض أننا قسمنا البطاقات لجزئين جزئ يروح لشباب الجامعة لأنه هم الفيئة اللي بتاع في كيف توزع وبالطبط تكون مطلع على كل الشرائح الموجودة في المجتمع نرى صور كمان على الشاشة خلال توزيعكم هذه الصور كانت في مستشفى العيون سانت جون في القدس كانت أول انطلاق على إنب 21 ثلاث في يوم الأم فنحن نشعرون أن كل الناس هناك يمكن ترفض الفكرة بحكم أن المريض العين بيكون كثيرا تعبان الغريب أنه كل الناس تفايلت في الموضوع وحبت الموضوع كثيرا وعندما رجعنا على البيت كانت الحسين كانت بشير 190 وعندما رجعنا على البيت كانت 250 تقريبا عفوا لا 270 فالموضوع كثير كثير كان حلو الناس تفايلت الفيدبك كان رائع جدا وهو اللي يخلينا دايما أن نحن نتحفز ونقوم بانشاطات أكبر من هك وأوسع من هك نيفين بس كنت تعطيها إن شاء الله طبعاً فعلاً فكرة رائعة ومبادرة جميلة نيفين بتتذكري هيك ردات فعل بس كنت تعطيها لحداً من الصبايا مثلاً أو الشباب يقرأها إيش كان يقولك؟ أنا بحكي لك يعني في شاب أعطيته حكالي إنه أشوها البطاقة بالضط وطلعهم إنه نزرع روح التفاؤل للتعاون الإيجابية إيش كان مكتوب عن البطاقة؟ البطاقة فيها كثير يعني هم تمن جمل بس من واحدة منهم النور عن الابتسامة إنه خلي الابتسامة تكون مفتاحة اليوم لش ما نخلي الابتسامة تساعد على يعني إنه تكون تسمي فالناس الحواليك يتعطيهم هاي الابتسامة تكون هي يعني تزرع الطاقة الإيجابية في الشخص اللي قدامك فبحكي لك يعني بحكي لك إش انصدم إشي كتير حب الفكرة إشي حكالي إنه حبينا يعني وحبين إنه نشترك ونساعد في البطاقة كريم يعني فيه تجربة خاصة بالنسبة لك خاصة إنك أنت دكتور بالأساس هل فعلا بتحس إنه هذا ممكن يأثر بالتحديد على الأشخاص اللي بيكونوا؟ الفكرة انطلقت أصلا بناء عن تجربة شخصية يعني أنا كنت يوم ما عديك في فترة كنت بحاجة لحد يسمع لي لما أنا فعلا حد سمع لي يزرع فيه طاقة وأنا سمعت للناس وكون المريض يجي عادة علاجه النفسي أكبر من علاجه العضوي شجميل إنك تسمعي له فاستماعك للشخص عادة مش ضرورة تقدمي له حل استماعك لإلوث بيعطي طاقة كثير قوية بيعطي اندفاع إنه فعلا لسه في خير الناس بتسمع لبعض فالفكرة هي فعلا كانت هيك والحمد لله لقتي كثير رواج حلو الأشخاص المستهدفين عادة هم أشخاص بيعان من شغلات صعبة عليهم أو صار معهم قصص بمجرد ما يقرأ هيك شغلة كثير بتكون بالنسبة لإلوحلو نفين حاب تكرري للتجربة وتروحي على أماكن مختلفة أو حتى بالجامعة شو بتحكي للناس الشباب الممكن بيحضرونها اللي بفكروا إنه يعني شو بتفقها الورق علينا يعني أنا بحكي إنه شرارة الخير موجودة في الإنسان بس إنه علينا نشعلها أو نطلقها فكانت الفكرة يعني إنه هيك إنه حاول أد ما نقدر نشعل هاي الشرارة للخير الموجودة في الناس عشان يقدروا ينشروا الخير والتفاقل تاهم للحواليهم كريم كيف الأشخاص بقدروا ينضموا لكم أو أين بقدروا يتواصلوا معاكم ووين مشاريعكم من استقبالي راح تكون يعني وين راح تستهدفوا مناطق معينة بساطة كل الناس تقدر تنضمن خلال الفيسبوك يبعث لي مساج خاصة أنا برد عليه إذا كان فعلا بيستوعب الموضوع إنه نحن ننضم ناس يعني يعني فولنتيرز أو لا لأنه أولا فتحنا باب التطوع ما شاء الله يعني كان عطت ضخم جدا أقرب نشاط لإنه راح يكون 13 أربعة في مدرسة أيتام بقرية العزرية بشرقي القدس مجرد ما إحنا طلعنا فيديو إنه إحنا بلنا نحشد للناس اللي بدأت تتطوع بس ما تتخيل لكم في ناس طلبوا فإحنا هلا وقفناها على الأربعة عشر متطوع وليسا مبارح نازال يلا بننخش بنا نخش بنا نخش شغل كثير حلوان فالحمد لله نشاطنا القادم راح يكون بالعزرية زي ما حكيت لك جهزنا لأكل إشي تمام فاضل بس يعني اللمسات الأخيرة وبإذن الله رب العالمين يوم السبت راح يكون شغل كثير حلو هذه المجموعة بالأساس مبنية على التطوع الأشخاص اللي يكونوا موجودين هم أشخاص متطوعين يعني انضمان كمان الشباب لقلكم هو دليل فعلا زي ما ذكرت نيفين أنه في شرارة خير بكل شخص فينا مرات نحتاج المحل اللي ينطلع هذا الخير الموجود فينا وكمان كثير من الأشخاص اللي حولينا يحتاجوا لهذا الدعم أنه يكون كمان دعم متبادل ما بين الأطراف المختلفة بدي أشكركم جدا مبادرتكم رائع وبتمنى لكم التوفيق ممكن تكون محفز لكثير من الشباب كمان يعملوا مبادرات بمناطقهم المختلفة خاصة أنه مجموعة بطاقات واعدة من القدس انطلقت بشكركم على وجودكم لليوم شكرا بالنهاية أسمع منكم جمل أمل تحكوها للمشاهدين كنت كتبت في واحدة من البطاقات أنه لو لا النار أصلا ما كان الطين تحول إلى فخار قادر على أنه يستوعب أي شيء داخله لو ما سكن الطين بأيدينا رح ينزل من بين أصاب عينه وما رح يكون مادئ لها أي استخدام لمجرد أنه ينحط في النار أكيد رح يتحول إلى شيء قوي ستحمل كل الظروف اللي حوله هكذا الإنسان بمجرد أنه يوقع في مطبات صعبة في حياته وممكن تعذبه وممكن تكون شديدة عليه جدا بس لمجرد أنه يخرج منها يكتشف أنها صنعت منه رجل قادر عنه يتخذ موقف صحيح يحكم على الأمور بطريقة فعلا جيدة وواضحة ويكون إنسان قادر على أنه يوجه كل الأشخاص من بعده أنه يوقع بنفس التجربة بالعكس النصيحة أحيانا تكون أبقى من التجربة بكثير شكرا كتير لك يا ريك كريم نبين إذا بتحب تضيفي أشيء نحب نسمع منك بضيف إنه كل بأحد يطلع حاله قبل ما يطلع من البيت عليمراي يبتسام ويبين شر يعني البتسام بتاعته للناس زي هيك ابتسامتك الرائع إن شاء الله يا رب دائما هيك شكرا أنتي لكم نتمنى لكم التوفيق من بعد هالفاصل مشاهدينا خلوا ببتسمتكم دائما محظوطة ومن بعد هالفاصل رح نقوم مع فقرة وزاوية أخرى خليكم معنا